وهو يسعى أولاً من خلال كلامه إلى إعطاء النظام السوري الذريعة للإساءة إلى عرسال ووادي خالد وسواهما بلبنان بحجة القاعدة والإرهاب وهو يسعى ثانياً إلى استغلال ما قاله في عملية الإيقاع بين مناطقنا والجيش اللبناني تحت هذه الحجة ومن خلال معلومات مدسوسة من قبل الوزير الذي يتلقى معلوماته من النظام السوري وبالتالي محاولته لطوريط الجيش اللبناني ومناطقنا اللبنانية أصبحت مكشوفة وهنا أتوجه إلى قائد الجيش وسائر القيادات العسكرية والضباط والأفراد أدعوهم إلى التنبه إلى هذه المؤامرة وأن لا يسمحوا للمتآمرين بتحقيق أهدافهم لأنها أصبحت مكشوفة ترجمة نانسي قنقر